عيادة مريض في زمن تطور العلم أحس المريض بدفء مفاجئ تباعد جفناه في بطء وفتح عينيه التين أخذت تطرفان في الضوء الشاحب للغرفة دات الجدران المعدنية الرمادية كان هناك زائر لم يتبين المريض ملامحه وكان يجلس بالقرب من فراشه قال الزائر مبتسما صباح الخير لاحظ المريض أن الزائر في منتصف العمر دبت سامة جدابتي فقال له المريض بدعف صباح الخير إنك ترتدي قرطا جميلا رد الزائر برقة شكرا إنها هوائيات استقبال أجاب المريض بدهشة حقا حدق الزائر في وجهه إنها هوائيات استقبال لأجهزة الراديو والترانزيستور المثبتة داخل أدني إزدادت الدهشة على وجه المريض شيء رائع ولكن كيف تغلق الراديو تريت الزائر بضع ثوان ثم قال مقطبا متحيرا إنه لا يغلق أبدا أرجو أن ترفع صوتك قليلا حاول المريض أن يجلس على الفراش ثم قال آسف لم أكن أعرفه ساد صمت عدة لحظات ثم قال الزائر بود أصبح التقس عندنا رائعا طوال السنة قال المريض متعجبا حقا لم ألاحظ ذلك وبهذه المناسبة هل تم التحكم في التقلبات الجوية نظر الزائر إلى النافدة الكبيرة ثم قال ببطء لقد حاولوا عدة مرات ونجحوا أخيرا فبادره المريض لابد أن هناك رغبات متعاردة جو حار بارد معتدل ابتسم الزائر هذا ما حدث تماما فجأة سمع المريض صوت تحطم زجاج نافدة المسدل عليها سطار أسود سميق فتساءل في همس ما هذا رد الزائر بسرعة مواصلات أسرع من الصوت غير الزجاج في دقائق آليا ابتسم المريض ثم قال لا شك أن لديكم الكثير من ألواح الزجاج ثم نظر إلى الضوء الشاحبي الذي يأتي من مكان مجهول ثم قال وهو يحضق في وجه الزائر من أين يأتي هذا الضوء فأجابه الزائر من أشعة الليزر المتولدة من تناء أكسيد الكاربون الناتج من تنفس البشر ترجمة نانسي قنقر